على هامش القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين المنعقدة في نيو ديلهي التقى معالي صغرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي نعمان كورتولموش رئيس مجلس الامة الكبير لجمهورية تركيا وتم خلال لقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التواصل بين البلدين وتبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية بين الجانبين ووجه معالي صغرغباش دعوة إلى معالي نعمان كورتولموش لزيارة الامارات للمشاركة في المؤتمر البرلماني المقام على هامش فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخ كوب ثمانية وعشرين بدوره وجه رئيس مجلس الأمة الكبير لجمهورية تركيا دعوة رسمية إلى معالي صغرغباش لزيارة جمهورية تركيا على رأس وفد برلمانية دعوة رسمية للمشاركة دعوة رسمية للمشاركة